للصناعة والأعمال الحرفية أهمية كبرى في مختلف أنحاء العالم ولا توجد دولة بلا تعليم فني يخرج صناعاً وحرفيين في مختلف المجالات وعلى غرار ما يواجه التعليم في مصر من مشكلات فإن التعليم الفني يتعرض أيضاً إلى عدة أزمات منذ عقود طويلة مزايا التعليم الفنية تتعدد منها تدعيم سوق العمل بالعمالة الماهرة وإكساب الطالب قادراً من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التي تؤهله للعمل بشكل مباشر سواء داخلياً أو خارجياً كما يساهم التعليم الفني في الانتاج القومي عن طريق تحويل المدارس الفنية إلى وحدات انتاجية تعليمية للمساهمة الفعلية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التعليم الفني في مصر يعاني من الإهمال فبجانب الإهمال الحكومي بجودته ومدى قدرته على تخريج القوى العاملة المدربة جاء الإهمال أيضاً من جانب المجتمع فمع تغير ثقافة المجتمع في كثير من الأمور اعتبرت شهادات مدارس التعليم الفني أقل درجة وأهمية من التعليم الثانوي مع تغير الوضع الاقتصادي في البلاد وزيادة التحديات تبرز أهمية العناية بالتعليم الفني كضرورة في عملية الإصلاح الاقتصادي فالاهتمام به يشجع بشكل مباشر الصناعة المحلية ويداعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني